ساعة كييف الشهيرة وسط العاصمة الأوكرانية عقاربها لا تتحرك لكنها توحي بأنها تقترب بسرعة من ساعة الصفر ساعة ينتظرها الأوكرانيون ويترقبون موعدها بكثير من الحذار فالأحداث المتسارعة على الجبهة الشرقية في إقليم دومباس وخروق وقف إطلاق النار من قبل الانفصاريين وأصوات قذائف الهاو على جانبي الحدود تشير إلى تسارع الأحداث تطورات تنظر بإمكانية تدهور الأوضاع وتوسعها وتحولها في أي وقت إلى حرب شاملة بعد أسبيع من التهديدات والحشود العسكرية الروسية على أكثر من جبهة أعيش في دونتسك شرقي البلاد وعائلتي هناك وابني يخدموا في القوات الأوكرانية على الجبهة الأمامية أنا خائفة من التصعيد والعنف وروسيا تريد شن حرب على بلادنا نحن خائفون بالطبع لأن الموقف حرج جدا والكل يتحدث عن الحرب والتصعيد على الحدود علينا أن نقاتل ضد روسيا الموقف خطير كييف وإن كانت بعيدة نسبيا عن الجبهة الشرقية لكنها في قلب العصفة فهذه الأحجار التي استخدم بعضها في التظاهرات الضخمة قبل ثماني سنوات وصور الذين قتلوا في المواجهات الدامية بالإضافة إلى قصص من شارك بأحداث الثورة وحشود المتطوعين وقوات الحرس الوطني التي تملأ الشوارع مشاهد تقود إلى عدة استنتاجات وسط استنفار وحبس للأنفاس لا أحد يعلم متى تبدأ الحرب ولا أعلم ماذا يدور في رأس الرئيس الروسي لا أحد يعرف الحرب وقعت قبل ثماني سنوات وهذا ليس جديدا علينا نشعر بتوتر كل الوقت واليوم التصعيد عال جدا نعيش أوقات صعبة كمواطنين لكننا نؤمن بالجيش وبقياداتنا وبالطرق الدبلوماسية لقفض هذا التصعيد وبين المنورات المقلقة على الحدود البلاروسية الأوكرانية والتصعيد الكلامي بين الغرب وموسكو وارتفاع حدة التوتر في الشرق تبقى كل السيناريوهات جاهزة ومطروحة على الأرض إذن يتأهب الأوكرانيون لما هو أسوأ في ظل التهديدات الروسية وعودة أجواء الحرب الباردة من الخاصرة السوفيتية بالنسبة لموسكو وبوابة أوروبا بالنسبة للغرب سلمان عندارسكا نيوز عربية من العاصمة الأوكرانية كييف